مشكلة حالية والشيء بالشيء يذكر هل يجوز شرعاً حبس بعض السلع في فترات اضطراب الأسعار من بعض السادة التجار نظير أنه هو لو باعها بالسعر ده فمشيارة في جيب جملتها بنفس السعر ده شوف يا ركتور محمد هل يلم أنه يكون كسباً؟ بدايةً إحنا عملنا حلقة عن الاحتكار قبل ذلك نعم إذا كان في قوت المسلمين فهذا احتكار وكبير من الكبائر العذاب قوت طبعاً ما ينفعش خلاص؟ تمام خلاص؟ طيب تعالوا يا دكتور محمد إذا لم يكن في ذلك يقول لك ده قضية عرض وطلب نعم عرض وطلب لكن هنا النية إذا كانت نيتي أن أحبس هذه عن الناس حتى يرتفع الثمن أو السعر طب لما يرتفع الثمن أو السعر ده بها تسبب في إياه دكتور محمد في إجهار الآخرين في ألام الآخرين في أن محترام حتى الطبقة اللي هي اللي احنا بنعليها الوسطى بتصير طبقة مكشوفة وإحنا شايفين هو إلا نتكلم عمى بيتخلي الإنسان محترامي يرهق جدا خاصة في مثل هذه الأمور إحنا في بلاد فقير ما إحناش في بلاد ثارية على الإطلاق ثانيا ربما تجد الراجل ده يعني مالوش وظيفة سبتة وبشتغل يوم ويقعد عشرة إلى آخر هذه الأمور فأنا ما أرفع لي كده الثاري والشمال لن يتأثر بذلك على الإطلاق إنما عوام الناس من البسطة والفقراء إلى آخر هذه الأمور وهم دول اللي هيكلوا الأرض ولذلك كل معايل من دول يتعرى ويتعرض للألم والبرد في فصل الشتاء وما شابه ذلك ده 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 هو متسبب في ذلك أتذكر هذا الذي ترجمنا له دكتور محمد لما خرج بشر وغيره لما خرج في يوم من شديد البرد وأم خلع ثياب الخارجي ووقفي ارتعد قالوا لي ما فعلت قال ما عندي ما أواسي به الفقراء الضعفاء الآن الذين يتألمون من شدة البرد فأردت أن أواسيهم بأن أكون مثلهم يعني ما عليش إلا شيء الوقت يقول لك يا الله بس أنا عم أحبس دي عشان يجيلك كم مليون إلى آخر هذه الأمور فبالطبع دكتور محمد بنظر إلى فقه المقال يترطب على إيه يترطب على آلام يترطب على فقر الناس يترطب على كده وبعدين غيره ما احترامي هو ده في سلعة الثانية يعمل في سلعة الثانية والثالث في سلعة الثالثة والرابع يتحول مجتمع إلى وهو بتفترس بعضه بدون رحمة في الحلل دي حلل ولا حرام يا دكتور محمد قطعاً الأمر حرام مشكلة بحق مجتمع كامل طيب ما تشوف يا دكتور محمد شوف أنا جابت لك إزاي وبتدور إزاي شكراك سيدنا الدكتور يعني مبدأ يعرف فتيكساب أكتر أيها مش صح أحسن ربنا أردنا كلب يا دكتور